الله الواجب الوجود الدائم العطاء والجود الموجود قبل كل موجود والصلاة والسلام على رحمة المهدات سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا محمد صلى الله عليه وسلم ملأ العلا بكماله كشف الدجا بجماله عظمت جميع خصاله صل عليه وآله صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله سائل يقول ما صحة ما يقوله الأستاذ بوناطير حول صلاة الفجر أولا بوناطير عالم كبير يعني من علماء الفلك عالم كبير من علماء الفلك نفتخر بها ولكنه ليس من علماء الفقه ليس من علماء الشريعة فبقدر ما عنده علم في علم الفلك بقدر ما يجهل أشياء كثيرة كثيرة في الشريعة ولذلك هو يقول بأن صلاة الفجر ما إيش في وقتها على سبيل فهم انتعوا قال لك لأنه بعد ما نصلوا الافجر لازم نشوفوا النهار طالع وحنا يا فتزاير رأنا نصلوا وكي نكملوا الظلمة وهذا خطأ كبير لأن الثابت الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يصل الفجر بغلسين الغلس شدة الظلام حتى أن أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها واش تقول لما كنا نكملوا الصلاة لا يعرفهن أحد من شدة الغلس حتى أن الصحابة قالوا كنا نصلوا مع رسول الله واش يقول الصحابي قال لك ولو نظرت إلى ولدي ما عرفته لولا أنه يتكلم من شدة الظلام وباش يفهمنا مليح الأستاذ بنطير وغيره سيدنا أبا بكر الصديق كان يصلي صلاة الصبح بالصحابة ويقرأ صورة البقرة صورة البقرة تبعوا مليح تصوروا يأذنوا للفجر ومبعدا يصلوا ركعتين الفجر ومبعدا يسنوا اجتماع الناس ومبعدا يكبر أبا بكر ويقرأ صورة البقرة وكما وصفوا القراءة أن تعقل قراءة بطيئة قراءة بطيئة روحوا شوفوا في الموطع قراءة بطيئة آية آية لو كان كان سيدنا أبا بكر الصديق والصحابة يصلوا عند الإسفار يعني لما يباني الضوت على النهار كان ممكن يقرأوا صورة البقرة وما تطلعش الشمس روح طلع حساباتك فيها دي يا أستاذ رك تعب لي كانوا يصلوا في شدة الظلام وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتصحر ومبعد يقعد حوالي خمسين آية ثم يكبر ويصلي صلاة الفجر وبعد صلاة الفجر يذطجع يذطجع وهذا ثابت عنهم وينتظر اجتماع المسلمين ثم يكبر ويصلي صلاة الصبح ويقرأ ما بين ستين إلى مئة آية ولما ينتهي يقول الصحابة كنا نروح في شدة الغلس لا يعرفه رجلا رجلا واحد ما يعرف واحد من شدة الظلام وين ره هذا الظوية أستاذ بنطير وليتكلمت انتعليه حاول أن تفهم صلاة الصبح تدخل بالفجر الصادق وتمتد إلى طلوع الشمس الفجر الصادق إلى طلوع الشمس لصلاها في بداية الفجر الصادق صلاها في الوقت لصلاها بعد أربع ساعة صلاها في الوقت المهم ما لم تطلع الشمس مادم طلعت الشمس هذا قع وقت وقتها واسع سيدنا عمر بن الخطاب كما ثبت في الموطة كان يصلي صلاة الصبح بصورة البقرة قل لي ويكتب داها ويكتب داها هاي أنوحو ناخدو لطلوع الشمس أني نمتل بارك باش نفهمه قال طلوع الشمس على الستة واربع شعال قاعد هو يقرأ في صورة البقرة شفت كيف يعني صورة البقرة فيها حوالي ما يقارب خمس أحزاب في صلاة الترويح هم يقرأوا حزب في عشرين دقيقة يعني ويكتب داها مع أن تبداها في الغلس في شدة الظلام هذا هو صلاة الصبح فصلاة الصبح كما يصليها الشعب الجزائري وفق هذا التقويم لداره علماء كبار موثوق بهم من أهل العلم والدين والذي أقرته الدولة الجزائرية وعمل به الأئمة وعملت به الأمة هذا هو التوقيت الصحيح يجي واحد فلكي يقول لا لا صلاة الفجر 18 درجة يجي فلكي في أمريكا إسنا يقول لا صلاة الفجر 16 درجة علماء الفلك في مصر متافقين يقولوا 19.30 درجة علماء الفلك في كشمير بنغراداشو يقول لا 17 درجة علماء الفلك في بلد آخر لا لا 17.30 يا وهذا كل ما يقوله علماء الفلك كل ما يقوله أراه متناقض مع بعض وبعض على أي أساس على أي أساس نقول الأستاذ بنطيع هو على حق ما شيء علماء الفلك في مصر ما شيء غيرهم صلوا مع الجماعة هذا الذي أنصحكم مع الجماعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته